كيفما ول المرء وجهه في العالم العربي فسيقابل الخيبة والإحباط والتعب الدول العربية من المحيط إلى الخليج تنام على واقع سيء وتصح على واقع أسوأ لكل بلد مشكلته ولكل نظام أزماته فضلا عن تقطع أوصال ما كان يعرف يوما بالأمة العربية عشرات السنين مرت ولم تستطع أي دولة أن تقدم نموذجا ناجحا على جميع المستويات الوضع الاقتصادي في معظم الدول العربية مترد إلى درجة تدفع شبان العربي لحرق أنفسهم أو للمقامرة بحياتهم على قوارب الموت أملا في الوصول إلى ضفة الحياة الكريمة أما الدول التي تتفوق اقتصاديا على غيرها وتؤمن بالفعل مستوى معيشيا جيدا لمواطنيها فباتت مسلوبة القرار والسيادة ولا تجد حرجا في دفع مليارات الدولارات للولايات المتحدة لحماية أنظمتها هذه الأنظمة التي لن تصمد في السلطة أسبوعين من دون الدعم الأمريكي والكلام لدونالد ترامب عن قمع الحريات حدث ولا حرج الدول العربية في قعر قوائم حرية الصحافة والتعبير لا عجب فالصحفي عندما يكتب ما لا يروق لنظام بلاده يدخل القنصلية حيا ويخرج منها مقطعا بالمنشار حتى في حماية القضية العربية الأولى فشلت معظم الدول العربية فبدل مواجهة إسرائيل والدفاع عن القضية الفلسطينية واحتضان المقاومة ودعمها تستقبل عواصم عربية الإسرائيليين مسؤولين ورياضيين وتمضي في التطبيع العلني والسري وتحرض على المقاومة وتحاربها متى سيتحرك الحكام العرب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والنهوض بدولهم لا أحد يعلم لكن عليهم أن يسمعوا جيدا صوت شعبهم وهو يصرخ حسبي بأني غاضب والنار أولها غضب